اشتركوا في القناة وذلك بدعوة كريمة تلقاها جلالته من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اخوه صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين وشاهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه معرضا اعدته المملكة العربية السعودية الشقيقة لحطام الصواريخ الايرانية والاسلحة التي قدمتها ايران للميليشي الحوثية الايرانية وهجمت بها المملكة العربية السعودية وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة لدى وصوله بالتصريح التالي يسرنا ان نعرب عن عميق شكرنا لاخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تعالى ورعاه على دعواته الكريم لنا لمشاركة اخواننا اصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والاسلامية في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم في القمتين الطارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية وفي الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الاسلامي والتي تحتضنها جميعا هذه البقعة المباركة التي شرفها ربنا عز وجل بالبيت الحرام واجعلها قبلة المسلمين جميعا وان انعقاد هذه القمم لا يعكس بجلاء شديد القيادة الحكيمة والجهود المضنية والمبادرات المتواصلة لاخينا خادم الحرمين الشريفين والدور الرائد للمملكة العربية السعودية الشقيقة في حماية الامن القومي وتطوير العمل الجماعي العربي وفي قيادة العمل الاسلامي المشترك وارادتها الصلبة واسهاماتها الكبيرة لتحقيق غايتنا وهدفنا المنشود في تقوية الصف العربي والاسلامي ووحدته وليكون قادرا على التعاطي مع القضايا كافة وفاعلا في التصدي للتحديات الراهنة التي تمس امن دولنا واستقرارها ولا يخالجنا ادنى شك بان هذه القمم وفي ظل الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين ستكون بمشيئة الله تعالى منطلقا جديدا ومرتكزا قويا لمرحلة جديدة من التعاون والتضامن والتكامل على الصعيدين العربي والاسلامي بما يلبي طموحات شعوبنا في المزيد من التنمية والرخاء ويتوافق مع ما تمتلكه دولنا من مقومات هائلة وموارد ضخمة قادرة بان تجعلها في مقدمة الصفوف واكثر الدول تقدما سائلا الله تعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح وان تخرج هذه الاجتماعات بنتائج وقرارات تلبي الامال وتحقق النصرة المرجوة لمختلف قضايان العربية وقضايا الامة الاسلامية اشتركوا في القناة